بدأ فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر اليوم عقد عدة محاضرات في إطار استعداد مصر لقمة المناخ القادمة بمدينة شرم الشيخ وقال مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر ماهر رشوان إن المحاضرات تأتي في إطار حملة تنظمها فروع الجهاز على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية القمة التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ النشاط بيأتي من ضمن سلسلة أنشطة مقترحة نبنى نافذها بنانع تعليمات السيدة الدكتورة ياسمين وفاد وزيرة البيئة للتعريف والتوعية بالتغير المناخ ومؤتمر المزمع عقد في شرم الشيخ مؤتمر التغير المناخي اللي هو الكب 27 اللي هيتعمل إن شاء الله السنة دي فده من ضمن الأنشطة اللي بيقوم بها فرع جهاز شؤون البيئة في البحر الأحمر للقاء ندوى عن التغير المناخية فحبنا نشارك معهم وننظر كويس في المجال ده فحبنا نشارك معهم النهاردة في القاء ندوى عن حاجة بتمس كل أهلين في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر